حدثنا عبد الله بن نمير عن عثمان بن حكيمين قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة قال لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رأها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها فقالت يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء يأخذ في اليوم ما أدري كم مرة قال ناولينيه فرفعته إليه فجعلته بينه وبين وسطة الرحل ثم فغرفه فنفث فيه ثلاثا وقال باسم الله أنا عبد الله أخسى عدو الله ثم ناولا إياه فقال القينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرنا ما فعل قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها فوجدناها في ذلك المكان مع هشياه ثلاثا فقال ما فعل صبيك فقالت والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة فاجترر هذه الغنم قال انزل فخذ منها واحدة ورد البقية قال وخرجت ذات يومين إلى الجبانة حتى إذا برزنا قال انظر ويحك هل ترى من شيء يواريني قلت ما أرى شيئا يواريك إلا شجرة ما أرى هتواريك قال فما بقربها قلت شجرة مثلها أو قريب منها قال فاذهب إليه ما فقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمع بإذن الله قال فاجتمعت فبرز لحاجته ثم رجع فقال اذهب إليه ما فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها فرجعت قال وكنت عنده جالسا ذات يومين يومين إذ جاءه جمل يخبب حتى صوب بجيرانه بين يديه ثم ذرفت عينه فقال ويحك انظر لمن هذا الجمل إن له لشأنا قال فخرجت التميس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فداعوته إليه فقال ما شأن جملك هذا فقال وما شأنه قال لا أدري والله ما شأنه عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية فأتمرنا البار حتى أن ننحره ونقسم لحمه قال فلا تفعل هبه لي أو بعنيه فقال بل هو لك يا رسول الله قال فوسمه بسمة الصدقة ثم بعث به حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المنهلي بن عمر وعن يعلى بن مرة عن أبيه قال وكيع مرة يعني أثقفية ولم يقل مرة عن أبيه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها صبي له به لمم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله أنا رسول الله قال فبرأ فأهدت إليه كبشين وشيئا من أقط وشيئا من سمن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الآخرة حثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمر بن يعلى الثقافي عن يعلى بن مرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة مساح وجوه أصحابه قبلا أن يكبر فأصبت شيئا من خلوق فمسح النبي صلى الله عليه وسلم وجوه أصحابه وتركني قال فرجعت وغسته ثم جئت إلى الصلاة الأخرى فمسح وجهي وقال عاد بخير دينه العلتاب واستهلت السماء حثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن ابني يعلى بن مرة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وجوهنا في الصلاة ويبارك علينا قال فجاء ذات يومين فمسح وجوه الذين عن يميني وعن يساري وتركني وذلك أني كنت دخلت على أخت لي فمسحت وجهي بشيء من صفرة فقيل لي إنما تركك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بوجهي كفان طلقت إلى بئر فدخلت فيها فاغتست ثم إني حضرت صلاة أخرى فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فمسح وجهي وبرك علي وقال عاد بخير دينه العلتاب واستهلت السماء حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطائي بن سائب عن أبي عمر بن حفص أو أبي حفص بن عمر وعن يعلى بن مرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبردعون من زعفراء قال أغسله ثم أغسله ثم أغسله ثم أغسله ثم لا تعد حدثنا عفان حدثنا حمد عن عطائي بن سائب عن حفص بن عبد الله عن يعلى بن مرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبردعون من زعفراء قال أغسله ثم أغسله ثم أغسله ثم لا تعد قال فغستوه ثم لم أعد حثنا يونس بن محمد حدثنا حمد عن عطائي بن سائب عن حفص بن عبد الله عن يعلى بن مرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي صفرة من زعفراء قال أغسله ثم أغسله ثم لا تعد قال فغستوه ثم لم أعد حثنا يونس بن محمد حدثنا حمد عن عطائي بن سائب عن حفص بن عبد الله عن يعلى بن مرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي صفرة من زعفراء قال أغسله ثم أغسله ثم لا تعد قال فغستوه ثم لم أعد حثنا عبيدة بن حميد حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده يعلى بن مرة قال أغتست وتخلقت بخلوق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجوهنا فلما دن مني جعل يجافي يده عن الخلوق فلما فرغ قال يا يعلم حملك على الخلوق أتزوجت قلت لا قال لي اذهب فاغسله قال فمررت على ركية فجعت أقع فيها ثم جعت أتدلك بتراب حتى ذهب قال ثم جئت إليه فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال عاد بخير دينه العلتاب واستهلت السماء حدثنا إبراهيم بن أبي الليث حدثنا الأشجعي عن سفيانا عن عمر بن عثمان يعلى بن مرة الثقافية عن أبيه عن جده قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من أذهب عظيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتزكي هذا فقال يا رسول الله فما زكات هذا فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة عظيمة عليه حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تحدثنا محمد بن فضيل عن عطائي بن سائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة أنه كان عند زياد جالس فأتي برجل شهد فغير شهادته فقال لا أقطعن لسانك فقال له يعلى ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل لا تمثل بيعبادي قال فتركه حان إسماعيل بن محمد وهو أبو إبراهيم المعقب حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا أبو يعفور عن أبي ثابت قال سمعت يعلى بن مرة الثقافية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أرضا بغير حقها كلفا أن يحمل ترابها إلى المحشر حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا حماد بن سلمة عن عاصمي بن بهدلة عن حبيبي بن أبي جبيرة عن يعلى بن سيابة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فأراد أن يقضي حاجة فأمر وديتين فانضمت أحداهما إلى الأخرى ثم أمرهما فرجعت إلى منابتهما وجاء بعير فضرب بجيرانه إلى الأرض ثم جرجر حتى أبتل ما حوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول البعير إنه يزعم أن صاحبه يريد نحره فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أواهبه أنت لي فقال يا رسول الله ما لمال أحب إلي منه قال استوصي به معروفا فقال لا جرم لا أقريم مالا لكرامته يا رسول الله وأتى على قبر يعذب صاحبه فقال إنه يعذب في غير كبير فأمر بجريدة فوضعت على قبره فقال عسى أن يخفف عنهما دامت رطبة حسنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عاصمي بن بهدلة عن حبيبي بن أبي جبيرة عن يعلى بن سيابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال إن صاحب هذا القبر يعذب في غير كبير ثم دعى بجريدة فوضعها على قبره فقال لعله أن يخفف عنهما دامت رطبة حنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن سعيدي بن أبي راشد عن يعلى العامري أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعمين دوعوا له قال فاستمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان قال وهيب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام القوم وحسين مع غلماء يلعب فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه قال فاطفق الصبي هاهنا مرة وهاهنا مرة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه قال فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه فقبله وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبت من الأسباط حانا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن سعيدي بن أبي راشد عن يعلى العامري أنه جاء حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما يستابقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال إن الولاد مبخلة مجبنة وإن آخر وطئة وطئها الرحمن عز وجل بوجه حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المنهل بن عمر وعن يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته أمرأة ببن لها قد أصابه لمم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله أنا رسول الله قال فبرأ فأهدت له كبشين وشيئا من أقط وسمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يعلى خذ الأقط والسمن وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر وقال وكيع مرة عن أبيه ولم يقل يا يعلى حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المنهل بن عمر وعن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنازل منزلا فقال ليأتي تلك الأشاءتين فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا فأتيتهما فقلت لهما ذلك فوثبت أحداهما إلى الأخر فاجتمعتا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستتر به ما فقد حاجته ثم وثبت كل واحدة منهما إلى مكانها حسنا عبد الرزاق أخبران معمر عن عطائي بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقافي قال ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يسن عليه فلما رأاه البعير جرجرا ووضع جيرانه فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين صاحب هذا البعير فجاء فقال لا بعنيه فقال لا بل أهبوه لك فقال لا بعنيه قال لا بل أهبوه لك وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره قال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شك كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها عز وجل أن تصليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنا لها قال ثم سرنا فمررنا بماء فأتته امرأة ببن له به جنة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمن خره فقال اخرج أني محمد رسول الله قال ثم سرنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته المرأة بجزور ولباء فأمرها أن ترد الجزور وأمر أصحابه فشرب من اللبان فسألها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا اسرائيل بن يونس حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمتا عن أبيها يعلى قال يزيد فيما يروي يعلى بن مرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيامين فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيامين حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن حبيبي بن أبي عمرة عن المنهلي بن عمر وعنيعلى قال ما أظن أن أحدا من الناس رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دون ما رأيت فذكر أمر الصبي والنخلتين وأمر البعير إلا أنه قال ما لبعيرك يشكوك زعمى أنك سانيه حتى إذا كبر تريد أن تنحره قال صدقت والذي بعثك بالحق نبيا قد أردت ذلك والذي بعثك بالحق لا أفعل حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة الثقافي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل لا تماثل بي عبادي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبوي عفور عبد للرحمة جدي حدثنا أبو ثابت قال سمعت يعلى بن مرة الثقافية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أرضا بغير حقها كلفا أن يحمل ترابها إلى المحشر حدثنا عبيدة بن حميد حدثني عطاء بن السائب عن رجل يقال له عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بخلوق فقال له يا يعلم هذا الخلوق ألك امرأة قال قلت لا قال فاذهب فاغسله عنك ثم اغسله ثم اغسله ولا تعود حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الرابعي بن عبد الله عن أيمنى بن نابل عن يعلى بن مرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس حان روح بن عبادة تحدثنا شعبة عن عطائي بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمر أو أبا عمر بن حفص الثقافية قال سمعت يعلى بن مرة الثقافية قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلقا فقال لك امرأة قلت لا قال أغسله ثم أغسله ثم أغسله ولا تعود حدثنا سريج بن النعماني حدثنا عمر بن ميموني بن الرماحي عن أبي سهل كثير بن زياد البصري عن عمر بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحللته والسماء من فوقهم والبلة من أصفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذنة فأذن وأقاما ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحللته فصلى بهم يومي أمي أن يجعل السجود أخفض من الركوع أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه ترجمة نانسي قنقر